بعد اكتشاف أستاذه لموهبته عمل الأهل على رعايتها ومواكبتها لينضم أحمد إلى صفوف المتدربين في عدة مشاريع قرآنية عن فئة أحبتنا الأطفال أحمد حسن حمزة من العراق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدَ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام استمعنا لتلاوة طيبة للقارئ أحمد حسن حمزة من العراق بارك الله بكم يا أحمد انتقال إلى السيد كريم موسوي سيدنا تفضل دعني أقوم ليسوى القومة هذا الله عليك يا سيد هذه القومة إليك الله يحمد الله يستمعك يا سيد الله يستمعك سيدنا حبيبنا الله يحفظ إن شاء الله والله يسترى أحمد أولاً معلوم ما أخذ دورات نعم نعم يعني شايف دورات تنقيمية وهذا من خلال تلاوة بينها فشكراً على جهوده وشكراً على جهود من رتب هذه الدورات العتبة العباسية أو غيرها الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعلش إنهم يا رب العالمين وأنا أقول له فرشي أنت إن شاء الله مستعد لتكون قارئاً محترفاً الله يحفظك ويعلشانك يا رب الدكتور باسم العابدي تفضل بارك الله بك الله يحفظك إن شاء الله يا عزيزي أحمد قراءتك كانت جميلة وجيدة إن شاء الله أنت حينما تقرأ تتوجه للمعاني ها أحمد صحيح إن شاء الله إن شاء الله تفهم كلمات والدلالات إن شاء الله فوردت في تلاوتك كلمة جبلة تعرف كلمة جبلة شنو معناها؟ يعني العدد الكثير خلقاً كثيراً نعم جزاك الله أخي إن شاء الله أحسنتم وإن شاء الله لك مستقبل جيد بالمواظبة والمداومة والارتباط بالنص القرآني ومعرفة الدلالات إن شاء الله الله يبارك شكراً جزيلاً الله يحفظك الأستاذ عماد رامي تغييمكم حياك الله أخي أحمد مرحباً أريد سألك سؤال أنت النغمات التي قلتها اليوم التي اضطرقتها يعني الفروع أنت عندك علم أنه عم تقول مثلاً الأثر كرد أو عم تقول مثلاً النكري عندك علم؟ أنا بالمقامات نعم عندك علم؟ نعم يعني مو صدفة يعني كان لا لا إذا كان عندك علم فهذا يبشر بمستقبل إن شاء الله إن شاء الله ظاهر بإذن الله إن شاء الله صوت جميل وخامات خامة زريفة وزخارف رائعة وعرف جميلة إن شاء الله ربي بيكتب لك التوفيق إن شاء الله إن شاء الله عمر لكم الكلام ما شاء الله ابني أحمد حسن حمزة كنت رائعاً وأديت أداء أداء لكبار القراء يعني كنت لم يخفك ذلك المكان ولا عضاء لجنة التحكيم وإنما كنت تقرأ براحة وكنت تقرأ على السديقة كما يعني تعودت وتعلمت فلذلك لمظهر التكلف ولا التصنع في أدائك وهذا الذي لمسناه منك فقط ملاحظة انت به إليها إنت أهلت الدور المقبل إن شاء الله هو الضغط على الحروف فإن الضغط على الحروف يولد الشدة فلذلك عندما تضغط على الحرف فانت به فربما يضعف الحرف ويكون مشدداً وكذلك الراء ضع لسانك في المخرج من رب الرحيم من رب الرحيم حتى تظهر راء وتكون بائنا واضحة وبقية تلوتك كانت رائعة وسلمة مبارك الله فيك الشيخ محمد عصفور حياك الله حبيبي وحيا الله الكريم ابننا أحمد حسن طبعاً لا أستطيع أن أزيد أو أزيد على أساتذتي فيما قالوه ومشاء الله أستاذنا سيد حسنين وسيد كريم تكلموا في المقامات والصوت وشيخنا الكريم تكلم في العبارة وفي المعاني واستاذنا الدكتورنا تكلم في الحروف ألا إن كما يقول الإمام زين العبدين عليه السلام يقول ألا إن في القرآن عبارة وإشارة ولطائف وحقائق أما العبارة فللعوام وأما الإشارة فللخواص وأما اللطائف فللأولياء وأما الحقائق فللأنبياء فكل ما ذكر هو في العبارة وأنا أتمنى منك ونصيحتي لك أن تأخذ كل ما ذكر بعين الاعتبار كخطوة من الانتقال من العبارة إلى الإشارة ثم إلى اللطيفة ثم إلى الحقائق خذها طريق وضع يد قدمك على أول الطريق إلى أن تصل من الواحد إلى العشرة كما يقول الإمام الصادق إن الإمام عشر مراتب وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والوصول إلى ذلك بارك الله بك ختاما السيد حسني شكرا إليك أستاذ محمد أنا كل جزعلان من أحمد أولا دخل من غير استئذان إلى قلبي وسرق الفكر والله أنا قليل أبتشت تدري بي يا أحمد بس اليوم أبتشتني يعني سويت شغلات مالكبار بعضها أطهل ملاحظات ملاحظات موجودة إن شاء الله تسمع كلام أساتتك والطبقها والأساتت ذا اللي تفضل والآن ملاحظاتهم لكن الجمل النغمية اللي أديتها باباتي هذه مالكبار فأنا أهنيك وأهني أهلك اللي ربوك على هذه شكرا لك يا أحب ينتزعون المتحة انتزاعا بلا شعور أحسنتم يا أحمد وأسأل الله إن شاء الله أن تراك في المرحلة المقبلة بوسة هذا يصبح بوسة محسنحة بوسة والحظ والحظ أحسنت وحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد صديق أحسنت ومثلت العراء خيرة تمثيل كل التوفيق إن شاء الله تبالي